السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد والنهاردة معينا فكرة جديدة هنعملها مع بعض بشكل عملي من خلال موقع كنفا إيه الفكرة اللي احنا هنعملها النهاردة هي استخدام موقع كنفا لعمل صور بالذكاء الاصطناعي من خلال أوامر هنحصل عليها من موقع كنفا يعني مش هنطلع برة كنفا مش هنروح لشات جي بيتين جي بالأمر ولا هنروح لموقع تاني عشان نعمل كريات للأمج احنا هنستخدم كنفا للاتنين ولكن هنستخدمه بشكل جديد شوية تعالوا مع بعض كده نشوف فكرة النهاردة وياريد بعد ما نخلص تقولي في التعليقات ايه رأيك في فكرة النهاردة استخدام كنفا في الحصول على أوامر بالذكاء الاصطناعي لتوليد صور بالذكاء الاصطناعي يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل النهاردة ايه على كنفا اول حاجة هبتدي اعملها ايه ان انا هبتدي اروح على الDocs بالمنظر ده وحبتدي ان انا اختار Plank Create Plank Document بالمنظر ده انا عايزة Document علشان اكتف فيه فحبتدي ان انا اختار Plank Document بعد ما اروح لي الDocs هبتدي اروح لعلامة الPlus وحستخدم الماجيك رايت والماجيك رايت موجود في الPro عشان اكون معك واضحة او في الPremium وحبتدي ادوس على Magic Write وحبتدي استخدم الماجيك رايت عشان احصل على اوامر بالذكاء الاصطناعي ممكن استخدمها على بعض التطبيقات او المواقع وممكن استخدمها داخل كنفا حبتدي هنا اقوله ايه حبتدي اقوله How is Dal E Model Works اقوله ازاي Dal E بيشتغل طريقته ايه الموضل بتاعته ايه علشان افهمه ان انا عايزة اشتغل على الجزء ده انا هنا فهمته ان انا بتكلم على الAI وبالتحديد Dal E دي نقطة مهمة جدا تبتدي بيها قبل ما تبتدي ان انت تطلب منه ان انت تحصل على الامر اللي انت حتستخدمه مثلا في عمل صورة بالذكاء الاصطناعي وحاليا كانفا موجود في Dal E كابليكيشن تقدر انك انت تستخدمه في توليد صور بالذكاء الاصطناعي فانا حبيت ان انا الاول اقوله ازاي Dal E بيشتغل فهو رد علي ازاي Dal E Model بيشتغل هبتدي بعد كده اقوله السؤال بقى بتاعي Directly انا عايزة الامر بتاعي بشكل مباشر هنا generate prompts that are designed ممكن اكمان اكتب prompts كذا امر عشان يديني كذا امر لو انا عايزة that are designed to create AI images in App like Dal E ممكن تقوله ليوناردو AI ممكن تقوله ميجورني على حسب الابليكيشن اللي انت حتنتج منه الصورة بتاعتك فانا انا قلتله generate prompts عشان يديني اكتر من واحد are designed to create عشان يعمل لي AI images in App like Dal E وهنا انا بطلب منه باللغة الانجليزية ليه حرجعتاني اقول لان كل الادوات دي سواء كده Dal E, Me Journey, ليوناردو AI انت بتكتب الامر بالانجليزية عشان لو بعض الناس قلوا لي ما بتكتبيش بالعربي لان الاوامر انا حصل عليها بالانجليزية فلازم اطلب منه بالانجليزية فهنا بقوله بعد ما قلتله generate prompts that are designed to create AI images in App like Dal E هقوله بقى حعمل ايه هقوله I will provide you انا هقدم لك with the subject انا هقدم لك السبجكت بتاعي الحاجة اللي انا عايزك تعمل حواليها السورة and you will create and you will create a promise based on based on that هنا حقوله my subject is my subject is وحكت بالصبجكت بتاعي انا هنا مثلاً السبجكت بتاعي a car driving fast مشي بسرعة in the street under مثلاً magical lights أو night lights عشان يبيني الموضوع انه هو بالليل ده اللي أنا عايزي انه هو يديني سورة عن car driving fast تبتمشي بسرعة in the street under magical night lights ولازم اكتب له بالانجليز عشان يديني الامر بالانجليز لانه منتهى البساطة انت مش هتكتب الامر في المواقع دي الا بالانجليز فانا هنا عشان احصل على صورة باستخدام ده اللي او في application like ده اللي سواء كنت هتستخدم ده اللي داخل canva او هتستخدم ده اللي برا فانا هنا بقوله قديني الامر بناء على ال app اللي هو ده اللي وقلت له ال subject بتاعي ايه بعد كده هقوله generate وهنا لو في بحب استخدم grammar عشان لو في اي مشكلة في الانجليز يبتدي انه هو يصلحها وبعد كده هقوله generate ونشوف هيديني اوامر شكلها عامل ازاي عطاني اكتر من امر زي ما احنا شايفين ثلاث اوامر هقوله insert ونشوف الاوامر دي ونتدي نطبق الاوامر دي من خلال canva انا مش هروح برا انا هستخدمها من خلال canva هبتدي اخر اول امر كده بالمنظر ده كده هاخده copy وحبتدي اروح مرة تانية كده للcanva واروح للابس واروح لدال اي عشان generate images فانا هستخدم دال اي هاختار اي تيمبلت اشتغل عليه هينئني على دال اي دال اي موجود داخل canva هنشوف كده لينا كام مرة او ادي اي credits leak credits use one of 22 credits refresh هيحصلها عملية refresh 1424 طيب تعالوا كده نكتب هنا البرومت بتاعنا هحطه هو control v بالمنظر ده كده وحبتدي ان انا اقوله generate بالمنظر ده وتعالوا نشوف دال اي هيديني ايه ده اول امر استخدمته canva بي الماجيك رايت هو اللي انتجه وروحت برضو لدال اي لموجودة داخل canva علشان ينشئ لي الصور طبعا هو عاطيني تلات اوامر وانت هتجرب تلات اوامر وتشوف افضل صورة ليك عاملة ازاي ممكن تروح لدال اي برا وتستخدمه لو ما عجبكش الصور تقدر تعمل generate مرة تانية ولكن انا هشوف مثلا صورة زي دي كده حتدي ان انا اضفها عشان نبص عليها هعمل لها set image as background من المفترض ان العربية دي بتمشي بسرعة البدا دي ايضا صورة تانية تعالوا نبص كده في ايه تاني من الاوامر ممكن امر زي ده كده اخدو control c control v وعمل generate ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي انا شايفة ان الصورة دي افضل من وجهة نظري طبعا تقدر ان انت تجرب لحد ما توصل للصورة اللي انت عايزها زي ما انت عايز ممكن نجرب نروح مرة تانية ناخد حاجة تانية ممكن ناخد picture high performance هنا control c وممكن اروح هنا برضو اتزي control v وهنا اقول له real photo express a high performance vehicle تعالوا كده نشوف ضفت اضافة بسيطة قلت له اعمل هاي real photo علشان نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي النتيجة دي حلوة وبين الصورة فيها النهاري الاكتر زي ما احنا شايفين اهو ده بالنسبة لي دال اي داخل canva تعالوا نجرب حاجة تانية تعالوا كده نروح نجرب الماجيك ميديا تعالوا كده نروح نجرب الماجيك ميديا اللي موجودة في canva لان الماجيك ميديا في canva اضاف بعض ال styles الجديدة يعني لو رحت هنا ليه الماجيك ميديا في canva طبعا بتروح ليه الجزء المتعلق بال apps وتدور على ماجيك ميديا هتلاقي فيه الجزء المتعلق بcreate image from text وvideo from text احنا هنا دلوقتي بنعمل image فهنا هاخد نفس الامر وهنا بينصحك انه نستخدم اكتر من خمس كلمات في وصف الصورة وحتلاقي هنا في ال styles بقى فيه كذا style فيه حاجات photography فيه حاجات digital art فيه حاجات fine art اختلفت تماماً ال styles وزاد عليها حاجات تانية كتير انا هاختار filmك وححط هنا ال امر بتاعي بالمنظر ده وابتدي اختار مثلاً landscape او portrait هاختاره square وحقول له generate image وتعالوا نشوف النتيجة بالماجيك ميديا هتكون عاملة ازاي زي ما احنا شايفين دي نتيجة من النتائج اعطياني صورة real جداً وافضل من ده الاي كمان اللي داخل canva وادي كمان صورة تانية وصورة تالتة فيه كذا صورة احنا بنختار الصورة اللي احنا شايفينها مناسبة ممكن نقول له اللي احنا شايفينها مناسبة اللي احنا شايفينها مناسبة يوناردو بي I will give you the subject and create and create the promise based on that And I will give you my subject is new tiger And I will give you the subject Here I will give you the subject expert in the book I will give you the subject to generate AI images Using apps such as DAL E, Leonardo AI If there are any questions, Leonardo AI or Mejourney I will give you the subject an nen With the subjectив we will give you the subject Here I will give you the subjectación هنا هبتدي إن أنا أروح أبتدي هنا هحط الأمر بتاعي وأستخدم مثلاً الدريمي ستايل وهنا ممكن الأسبكت ريشيو تغيره أو فيلمك ستايل تعالوا ناخد فيلمك برضو فيلمك ودريمي اللي اتنين حلوين خلينا في دريمي ما جربناهوش خالص ونعمل جنريت إيميج ونشوف النتيجة عجبك دال إيه استخدمه ما عجبكش دال إيه وعجبك ماجيك ميديا استخدمه على حسب إنت عايز إيه ويه لبتدي إن إنت تستخدمه تعالوا نشوفوا النتيجة كده مع بعض هتكون عاملة إزاي هو هنا الماجيك ميديا بيديني أربع اختيارات أنا بصراحة عجبني الماجيك ميديا أكتر ده وجهة نظري عايز تستخدم دال إيه استخدم دال إيه لكن الماجيك ميديا بصراحة النتيجة بتاعته حلوة جداً ده نيون تايجر ممكن تجرب ستايلز تانية كمان ممكن نجرب مثلاً سيئول ممكن نجرب النيون نفسه نيون نفسه موجود كستايل ونعمل generate ونشوف النتيجة ونجرب الصور اللي حتطلع معنا فكل الأحوال إنت ما طلعتش بره كانفا الأمر مش عارف تكتبه كانفا هيكتبه لك الصور تنشئها منين من داخل كانفا أيضاً النتيجة دي حلوة أوي تعالوا كده نبص على النتيجة دي ونعمل كده replace background عشان نشوف النتيجة النتيجة أيضاً ممتازة جداً ممكن تجرب بقية الأوامر لحد ما توصل النتيجة اللي أنت عايزها عايز تجرب على ليوناردو بره جرب على ليوناردو بره أنا بعرض لك أفكار ممكن تستخدم بيها كانفا والأدوات اللي موجودة داخل كانفا خصوصاً الناس اللي مرئية للمدفوع ما استخدم الأدوات الأساسية في كانفا وسيب بقية الأدوات الكتيرة الموجودة داخل كانفا مفروض تستفيد من الخطة بتاعتك قدر الإمكان طالما أنت كمان موجودة على الخطة المدفوعة أتمنى تكونوا استفدتم من فكرة النهاردة يليد تقولولي رأيكم في التعليقات أنا بشكل عيم ممكن أخذ الأمر وأستخدمه بره أو ممكن أستخدم magic media أكتر ما استخدم ده الإيه قولولي رأيكم أنتوا هتستخدموه إزاي وبتفضلوا إيه أكتر ترجمة نانسي قنقر